نائب وزير الدفاع السعودي في مسقط مجدداً بعد أربعة أشهر تقريباً جاءت زيارة الأمير خالد بن سلمان التي أحيط موضوعها الرئيس بقدر من التكتم والتواري خلف بيانات الإشادة بالعلاقة الثنائية في وقت تتبدى فيه مؤشرات عديدة على أولوية الأحداث الدائرة في محاوظة المهرى اليمنية يمسك الأمير خالد بملف اليمن الذي بقي في أيدي أكثر الأمراء السعوديين نفوداً طيلة العقود الماضية من عمر العلاقات غير المستقرة بين اليمن والسعودية لذا كان لافتاً وجود السفير السعودي لدى اليمن محمد بن أل جابر على رأس قائمة الوفد المرافق كدليل واضح على أن محافظة المهرى هي الترمومتر الذي تقاس به عافية العلاقات بين البلدين في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة بعد أن حطت طائرته الخاصة السعودية الإثنين على أرض المهرى حرص المحافظ الجديد محمد علي ياسر على توجيه الأنظار نحو ما يراه ضمانة الاستقرار في المحافظة والتي تتجلى بنظره في التقارب العماني السعودي الذي قال إنه سيعود بالربح على محافظة المهرى المحافظ بن ياسر نوه بدور عمان الإيجابي خلال حفل استقبال نظمته المحافظة لوجاهاتها ونقل إلى الحاضرين ما كان قد كشف به الأمير خالد بن سلمان حين التقى به في الرياض والذي يبدو أنه دعم تعينه محافظا حينما أكد له أن دعم السلطن سبق دعم الرياض بالإضافة إلى وقوف السلطن إلى جانب أبناء المحافظة في مواقف وأحداث كثيرة بل أنه كشف في اللقاء ذاته عن زيارة نائب وزير الدفاع السعودي إلى سلطنة عمان للقاء السلطان طارق بن هيثم قبل أن تتم الثلاثاء وفي ذلك ما يؤكد بنظر المراقبين أن الزيارات التي يقوم بها نجل العاهل السعودي إلى مسقط دافعها التهديئة في الجبهة المشتعلة عمداً في الحدود الجنوبية الغربية لسلطنة عمان في مشهد التباحث غير المفصح عنه بين الرياض ومسقط بشأن محافظة تدخل في صلب المهام السيادية للسلطة الشرعية تسجل هذه السلطة غياباً مخلاً إلا من تعينات في الوظائف التي تلبي شروط المهيمن الجديد في جنوب البلاد الأولويات الأمنية التي أفصح عنها المحافظ بن ياسر تتناغم مع أحدث تصريح صادر عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي والذي ادعى فيه أن التحالف أحبط هجوماً على ناقلة نفطية بأربعة قوارب مسيرة قبالة ميناء نشطون إعلان يعبر عن تخبط في السياسات السعودية التي لم تفلح حتى الآن في تبرير تواجدها العسكري بمحافظة المهرى